جميعا كنت معنا براسكايب من القاهرة لك أيضا جزيل الشكر وإلى شأن الليبي إذ أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري أن القائمة بأعمال دولة الإمارات في موسكو كان ضمن وفد اللواء المتقاعد خليفة حفتر في جلسات التفاوض بشأن وقف إطلاق نار في موسكو وضف المشري في كلمة أمام المجلس الأعلى للدولة بالعاصمة طرابلس أن رفض حفتر توقيع على وقف إطلاق نار في موسكو يكشف من يملك القرار في يده ومن أصبح مرتهنا للخارج بشكل كامل في إشارة إلى حفتر تم التأكيد على أن الموجودين أحدهم هو القائم بالأعمال السفارة دولة الإمارات في روسيا وهو جزء من سبب العرقلة الموضوع لما جاء الوفد الروسي طلب مهلة من ثلاثة إلى أربع أيام لرد على بعض الأشياء من جانبه أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار وجود دعم عسكري نصري وإماراتي وسعودي وفرنسي إلى جانب مرتزقة روس ومن دول أخرى لقوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر وفي ذات الوقت نفى الوزير التركي إرسال بلاده مقاتلين سوريين إلى ليبيا وأضاف أكار أن تركيا تقدم كل أنواع الدعم لحكومة الوفاق وفق الاتفاقات المبرمة معها نافيا في الوقت ذاته انهيار وقف إطلاق النار في ليبيا أو بدء الحرب من جديد كما وعلق وزير الخارجية التركي مولو تاوتش أغلو على رفض حفتر التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار وقال أغلو فيه إن رفض اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر لتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في موسكو أغضب الروس وأضاف أغلو نولي أهمية لمؤتمر برلين لكن ينبغي أن يستمر وقف إطلاق النار لكي ينجح المؤتمر ميدانيا ساد اليوم أهدوء حذر محاور القتال في الضواحي الجنوبية للعاصمة الليبية بعد اشتباكات انضلعت أمس بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة وثقيلة بين قوات الحكومة الوفاق وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وتركزت في محور الرملة وأعلنت قوات الوفاق أنها استخدمت المدفعية الثقيلة للرد على قصف مدفعي من قوات حفتر والتي تراجعت بعد محاولتها اقتحام محاور صلاح الدين والسدرة والرملة يضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من ترابولس عادل كرموس عضو المجلس الأعلى الليبي سيد عادل أرحب بك سيد عادل ما هو الوضع الآن هناك مؤتمر برلين وهناك حفتر الذي طلب يومين لأجل التوقيع على الاتفاق ولم يرد حتى الآن بالتوقيع على الاتفاق وهناك احتمالات لشن هجوم من جانب قوات خليفة حفتر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تحية لك أختي الكريمة وتحية للإخوة المشاهدين طبعا وقف اطلاق النار تم إعلانه منذ ليلتين من قبل حكومة الوفاق وأيضا قبل بإعلان أيضا من مجرم الحرب خليفة حفتر هذا القبول نحن نرى أنه يعتبر نتيجة ضغط على مجرم الحرب حفتر من قبل الجانب الروسي وهذا أيضا كما أشار السيد رئيس المجلس الأعلى للدولة اليوم لأن هذا المجرم لا يمتلك زمام أمره ولا يمتلك قراره وأن قراره مرتهن في الخارج طبعا نحن نرى أن سواء مجرم الحرب وقع أو لم يوقع هو في الحالتين وقع في مأزق كبير إن لم يوقع فهو سيخسر حليف قوي وهو الجانب الروسي وإن وقع فهو أيضا في مأزق داخلي نتيجة عدم قبول ميليشياته لوقف اطلاق النار وتحديدهم بأنهم سيخرقوا أي هدنة وأي وقف لإطلاق النار وهذا ما حصل فعلا بالأمس اليوم هدوء حذر فعلا لكن يتوقع منهم في أي لحظة لأنهم لا يؤتمرون بأوامر هذا المجرم وهم ميليشيات لا تخضع لأي أوامر من قبل قيادات عسكرية كما يدعون طيب سيد خالد المشري قال إن القائم بأعمال الإمارات في موسكو كان موجود في المباحثات وأنه بشكل ما المباحثات متعلقة بوقف إطلاق النار واتهم حفتر بأنه قراره مرتهن للخارج يعني ما هي تبعات هذا البيان من جانب سيد خالد المشري طبعا كثير من مواكلات الأنباء والصحف والتواصل الاجتماعي تناولت هذا الخبر اليوم أكده الأستاذ خالد المشري عن طريق دبلوماسيين شاهدوا هذه الشخصية في مكان إقامة الوفد مجرم الحرب حفتر وتأكدوا من شخصيته فعلا وبالتالي الخبر تم تأكيده عن طريق مصادر موتوقة وأيضا رفض مجرم حرب التوقيع رغم أنه من المفترض أن يكون جاهزا لأنه عندما أعلن وقف إطلاق النار من المفترض أن يكون تشاور بالداخل وأنه ذهب إلى موسكو برؤية محددة كما فعل السيد رئيس المجلس الرئاسي والسيد رئيس المجلس العالي للدولة التقوا بجميع قيادات السياسية والعسكرية ومنحوا موافقتهم بوقف إطلاق النار من ببدأ حق دماء المسلمين وإنهاء معاناة النازحين أيضا مجرم حرب حفتر كان يراعي هذه وميليشياته يراعي هذه المعايير وهي حق دماء ومعاناة المهاجرين كان منهم مفترض أن يوقع لكن نحن نعتقد أيضا أنه إرادته مسلوبة وأنه خصوصا بعدما عرض عليه الاتفاق طلب مهلا وعاد أيضا إلى البلد دون أن يوقع ودون أن يفسح بأي تصريح على الموافقة سيد عادل القول بأن خليفة حفتر لم يذهب بالأساس إلى التوقيع وأنه ذهب فقط لشراء الوقت لأجل ترتيب ميليشياتي وأن هناك مقاتلات إماراتية وصلت إلى ترهونة وهي مركز عمليات حفتر في هذا الوقت وأنتم ذاهبون إلى برلين ووقعتم بالأساس أيضا على الاتفاق في موسكو يعني ما الذي تتوقعونه من برلين في ظل هذه المعطيات طبعا بالنسبة لمجرم الحرب يتوقع منه كل شيء يتوقع منه خارق الاتفاق لكن أعتقد أنه عندما وافق على الذهاب إلى موسكو هو نتيجة الضغط الروسي والذي لا أعتقد أن حفتر سيغامر بخسارة هذا الحليف من ينكر الدعم الروسي فهو غايب عن الواقع القوات الروسية موجودة على الأرض الواقع أيضا استقبال مجرم الحرب حفتر على البارجة الروسية منذ فترة مضت هذا يؤكد الدعم الروسي اللامحدود هذا من ناحية حفتر من ناحية مؤتمر برلين نحن لا نتأمل أن يصل مؤتمر برلين إلى حل الأزمة خصوصا أن التوافقات الآن بعد رفض حفتر التوقيع أصبح البون شاسع بين الطرفين ولا أعتقد ربما تعتمد خطة الأمم المتحدة في الحل السياسي لكن هذا الحل السياسي إذا لم يصاحبه وقف إطلاق النار وهدوء كامل على كامل الأراضي الليبية لا يمكن أن نذهب في اتجاه انتخابات أو تصويت على دستور الحل السياسي مرتبط بما عليه الواقع في الأراضي الليبية نعم وضحت الفكرة سيد عادل كرموس عضو المجلس الأعلى الليبي شكرا جزيلا